السلام عليكم كيف ممكن نعرف إذا إحنا مجتمع مؤمن حق مجتمع مسلم حق الله سبحانه وتعالى وضع معايير بسيطة سهلة يفهمها العالم ويفهمها الأمي ما هي هذه المعايير؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده إذا لا نرى مودة في مجتمعاتنا إذن هناك في خلل في الإيمان أو في خلل في العمل الصالح الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف إذا ما في ألف في مجتمعاتنا ما في مودي في مجتمعاتنا إذن هناك في خلل في الإيمان أو خلل في العمل الصالح لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله سبحانه وتعالى هو الذي تعهد بأن يهب الأمة المؤمنة بالأمن والسلام والاستقرار والسكينة ما دمنا لا ننعم إذن هناك في خلل في الإيمان وخلل في العمل الصالح الله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم وليمكننا لهم ديناء وذي ارتضرهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنة مدام مجتمعاتنا فيها خوف إذن هناك خلل في الإيمان وخلل في العمل الصالح إن المؤمنين كالبنيان المرصوص الرسول عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وطعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة هل هذا هو جسد المسلمين الذي كان يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا لله إذن علينا أن نبحث عن مبعوث السماء ونبايعه حتى يتتحقق فينا نبوآت ووعود الله سبحانه وتعالى يا من أرى أبوابه مفتوحة للسائلين فلا ترد دعائي ترجمة نانسي قنقر